كسر إذا أضيف أربعة إلى مقامه يكون نص وإذا أضيف اثنين إلى بسطه كان الناتج واحد ما الكسر الكسر بتكون لي من بسط ومقام نفرض أن بسط الكسر يساوي سين ومغام الكسر يساوي صاد إذن الكسر هو سين على صاد نقرأ الجملة الأولى بتاعتنا كسر إذا أضيف أربعة إلى مقامه يعني المقام صاد نضيف ليه أربعة يكون نص أي يساوي لي النص طيب ها أعمل شنو ها أضرب ضريب تبادلي سين في اثنين واحد في صاد زايد أربعة سين في اثنين الناتج اثنين سين تساوي صاد زايد أربعة نسبت الاثنين سين نجيب الصاد في الطرف الأيمن ها تجيب النقص بساوي لنا أربعة نسمي المعادلة واحد طيب نمشي نشوف الفقر الثانية وإذا أضيف اثنين إلى بسطه كان الناتج واحد أيضا سين على صاد قال لي ضيف للبسط اثنين يعني السين زايد اثنين الناتج كم الناتج واحد أضرب ضريب تبادلي صاد في واحد بصاد وسين زايد اثنين في واحد بسين زايد اثنين تساوي صاد سبت السين ناقص صاد هتساوي سالب اثنين تسموه المعادلة رقم اثنين إذن المعادلة رقم واحد اثنين سين ناقص صاد بالساوي لي أربعة والمعادلة الثانية سين ناقص صاد بالساوي لي سالب اثنين تعالوا نكتب المعادلتين دل اثنين سين ناقص صاد بالساوي أربعة المعادلة الثانية سين ناقص صاد بالساوي سالب اثنين باللاحظ ان الاشارات متشابهة ومعامل صات يساوي معامل صات وهو الواحد الصحيح اذا في حال دي هاعمل شنو هاطرح ولا اجمع طوالها اطرح اتنين سين ناقص سين الناتج سين ناقص صات ناقص ناقص صات انتهت اربع ناقص ناقص اتنين معنا اربع زايد اتنين الناتج ستة اذا بسط هذا الكسر يساوي لنا الستة تعالوا نجيب المغام نعوذ سين بستة في المعادلة التانية ستة ناقص صات هاتساوي سالي باتنين ناقص صات هاتساوي ناقص اتنين ناقص ستة ناقص صات هاتساوي ناقص تمانية نقسم على ناقص واحد نقسم على ناقص واحد اذا صات هاتساوي لنا تمانية سين ساوت ستة صاد ساوت تمانية إذن الكسر هو ستة على تمانية